اشتركوا في القناة وقدر وزارتنا لعادة اعمار في مدينة الموصل حقيقة جهود الوزارة اعتقد كان واضح وشفت من الطلاع على وقع الحال جهود البلديات وجهود الماء والمجاري واضح كان في الجانب الايسر ومناطق اقضية ونواحي سهل نينوة وعموما الاغضية والنواحي لمحافظة نينوة وان شاء الله تكون جهود الوزارة واضحة وبنفس الهمة والاكثر في الجانب الايمن كان سب زيارتنا لتوضيح وللناس ان الوزارة لها خطة واضحة فيما يخص اعادة تأهيل الجسور في مدينة الموصل واطلعنا الحكومة المحلية على هذه الخطة وايضا سيد رئيس الوزراء والأمان العامة لتوضيح ذلك للمواطنين وانهاء معاناتهم نعم سيد الوزارة اليوم كيف كانت الزيارة بينك وبيننا بعين الانتيوتي حول اوضاع الموصل وخطة اعمار الموصل حقيقة اليوم التقيت بعدد كبير عدد ثلاث نواب من محافظة الموصل وضحنا في هذا اللقاء خطة الوزارة في تأهيل المنطقة منطقة بالاخص الجانب الايمن واستعدالة الوزارة لهذا الشأن زيارتنا اللي معاي الوزيرة هي للامتنان منها على موقفها وحقيقة أنا في دوري قمت بواجبي داخل مجلس النواب وبلغت السادة الوزراء أثناء حضورهم قبل أكثر من ستة أشهر أبان المرحلة الأولى لبدأ تحرير الموصل أنه نتمنى أن تحذو حذو وزيرة الأمار والإسكان في أن تقوموا بواجبكم المطلوب من أدكم واللي هو واجبكم الحقيقي خلال في إصدار وتهيئة رواتب منتسبية وزاراتكم والتي هي الخطوة الأولى وكانت وزارة الأمار والإسكان هي السباقة حق جهود مشكورة لمعاي الوزيرة ولكل كوادرها في محافظة نينوة سيد رئيس الوزراء ذهب لمدينة الموصل ورأى النظافة ورأى الأعمال التي قامت بها هذه الوزارة داخل مدينة الموصل وحقيقة أبدأ شكرا كبيرا لكل أجزاء العاملة لهذه الوزارة هناك معاي الوزيرة هي من السباقين الأوائل في إنصاف مدينة الموصل أسوة بالمحافظات الأخرى ونعول عليها كثيرا لكون الارتباط الخدمي لأهالي مدينة الموصل خصوصا بعد معاناتهم لهذه ثلاث سنوات من خلال هذه الوزارة التحديدة سيد علي تحدثون من هم الأشخاص المناسبين الآن الخطط الموضوع على إعمار الموصل من جديد حتى لا تدخل ملفات الفساد بهذا الموضوع بالتحديد حقيقة مع الوزيرة مطلعة كامل والآن من خلال استمعنا في جلستها الماضية قبل قليل مع بعض النواب وإذن كان شرح عام لمجمل الأعمال هناك عمل فيما يخصه الجسور فيما يخصه والوزارة دور رئيسي ومباشر تقريبا شبه مركزي في هذه الأمور فعلى هذا الأساس إن شاء الله الأمور تسير بانتظام ونحن بدورنا أيضا الجهاز الرقابي الآن موجودين فنتابع عملنا الرقابي داخل مدينة الموصل كون الأبناء لهذه المدينة وتحتاج من أدنى أن تكون الأمور تمشي باتجاه إيجابي وعودة النازحين بأسرى ما يمكن خصم في الجانب الأين